السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة برحب بكل اللي موجودين معي في القناة. وبقول لك لو انت لسه جديد معي في القناة تفضل اشترك. وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولايك لو الفيديو عجبك ان شاء الله. هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج الجوزاء. اهلا برج الجوزاء. نبدأ الكراءة بسم الله الرحمن الرحيم. آآ شايفك تعبين جدا. تعبين بقى لك فترة. من شهور من تلات شهور تقريبا. آآ التعب النفسي ده عندك زاد. مش الفترة دي بس. آآ بش شايفة في ناس هنا منكم نفسها تسافر. ناس عايزة تسافر. آآ هنشوف دلوقتي الصفر مفتوح ولا لا. الحالة الزعل اللي عندك دي برج الجوزاء عندك متغيرة يعني مش مش دايما. مش دايما زعلين. ممكن ده يرجع لطبيعتك الهوائية يعني. التقلبات مزاجية كتير. بالنسبة للمتجوزين انت بتمر بحالات شك. البعض منكم طبعا. اغلبكم شككم صح. يعني مجرد افكار في دماغكم بس. آآ في منكم عندهم تدخلات منكم عندهم تدخلات من اشخاص سيئة جدا. اشخاص دي عايزين يدمروا حياككم. بس تستنوا كده موضوع الصفر ده. في كتير منكم هيسافر. موضوع صفره مفتوح. اللي مستنين ارتباط. بعضكم فيه بسبب الاهل. يعني اهل الصرف التاني. يعني رافضين ان الارتباط ده يتم. في الفترة الحالية مش شايفة موافقة. بس هنشوف لما نعمل كراءة تاني للنص التاني ان شاء الله لان الموضوع مفتوح. مش مقفول عالاخر يعني. فان شاء الله خير. المنفصلين او المطلقين. في طلاق حصل او بيحصل مع ابراج مائية. آآ بعضكم كان السبب فيه سحر. شايفكم انتم الاثنين بتحبوا بعض. عايزين ترجعوا. شايفة فيه كمان ابراج نارية. فترة دي يا برج الجوزاء انت بتمر بحالة اكتئاب كبيرة جدا. طيب انا عايزة طوامنكم شوية. ان انتم من الابراج اللي غالي عندي يعني. في حاجة انت بتتمنيها او بتدعي ربنا انها تتحقق. آآ هتتحقق ان شاء الله. تفقلوا شوية يا اصحاب بالضحكة الحلوة. تفقلوا شوية. ويهدوا شوية. عشان اعصابكم. شايفكم تعبانين. آآ بتبكوا مقهورين. يعني قلبكم موجوع قوي. اهدوا شوية اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. في منكم استني حب جديد. سواء كان عنده علاقة قبل كده او سواء ما كانش عنده علاقة قبل كده. في منكم استني حب جديد. وآآ وعلاقة كويسة جدا. يعني الحب الجديد اللي جاي علاقة كويسة جدا. عايزة اقول لبرج الجوزاء. انها شايفيه هنا. حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص. لان عندك طاقة حسد. ودي زي ما شفتها على فكرة في آآ في برج الاسد. اللي هي نفس طاقة الحسد دي اللي هي على اي حاجة. يعني اللي هو حتى لو نطيت من الشباك هيحسدوك. فحاول ما تظهرش كل حاجة عندك. آآ او عندك. آآ او عن حياتك. او عن حاجات بتعملها. آآ بالذات بقى في المحيط اللي انت فيه. يعني ممكن لما تخرج برا محيطك ماشي عادي. آآ ممكن تتكلم تفضفض آآ تحكي عن حاجة عندك. لكن في محيطك لا خالص. شايفيك آآ منتظر بتفكر كتير. آآ بصتوا بسبب الانتظار دا يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة. مش حلوة في اي حاجة يعني مش آآ مش في الحب بس. مش حلوة في اي حاجة يعني لما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير. وممكن ما تجيش. لان الانتظار بيأخرها. آآ فنحاول ان احنا نلهي نفتينا في اي حاجة وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه ييجي. يعني تقريبا يعني انت برج الجوزاء انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا. يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل. لو في منكم مش بيشتغل حاول تشغل نفسك باي حاجة يعني اي حاجة تانية. وان شاء الله قرائب هعمل لكم قراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار ايه اخبار الشغل عندكم. في الفترة دي عند بعضكم آآ ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح. في انفصال مع ابراج ترابية. انفصال قريدي حصل. ودي كانت علاقة غير موفقة. طبعا اكيد مش للكل. بس اللي ظهر عندي في الكراءة كانت علاقة غير موفقة. بقولك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي. بقولك انك تبص القدام. لان اللي جاي افضل بكتير. يعني بلاش نبص ورانا كتير. وعارفين اللي بيبص وراه مش آآ بيقع. آآ مش بيشوف قدامه اصلا. في فرص بتضيع. لان انت مش باصص عليها. فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير. في ناس فيكو مقدمة على ارتباط. عايز اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة بالزات بعد النص التاني. بعد النص الاول من شهر ابريل ان شاء الله. في منكو بقى بالزات لو رجالة. انتو اللي بتمطلوا في الارتباط. انت اللي الطرف التاني يا برج الجوزاء. ومش بسبب حاجة اي مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات. لا هو الموضوع انك بسبب آآ شغلك. حياتك كلها شغل. بتنام وانت بتحلم بالشغل. آآ شايفة في العلاقة دي طاقة ابراج ترابية. انت بتحب الطرف التاني. انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني. مخلص ليه. بس مش بتفوق غير لما بتفقده. ولما يرجع ترجع زي عادتك تاني. يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده والطرف التاني يزهق ويبعد وترجع انت اللي بتكلمه. عشان بتحبه. بس لما تتأكد خلاص ان هو معك بترجع تقول نفس الكلام تاني. مش هنسميه مبررات. انت فعلا دماغك عاملة كده. يعني شغلك واخد كل كل حياتك. لازم نحاول ننظم شوية. لان ممكن الناس دي وبالذات لو بنحبهم وعايزينهم ومش عايزين حد غيرهم. ممكن الناس دي. اه لو مشيه في مرة مايرجعوش تاني. ودي للبعض يا جماعة يعني مش للكل. وبالذات بالذات لو ولاد مش بنات. في منكم في جواز وفي طرف تالت. سواء انت او الطرف التاني. يعني ممكن حد فيكو متجاوز. الحد اللي متجاوز ده ممكن عايز ينفصل. وبيحب حد تاني. هو فيه نوع من انواع الانفصال. بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما. ده ممكن انت او الطرف التاني. بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزاء. وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة. يعني بصي يا برج الجوزاء هقولك انت انت طيب جدا. بس في نفس الوقت زكي جدا برضو. يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه. وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لأ. يعني تقدر تميز ان ذا كان الشخص ده مناسب ولا لأ. يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت. لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي. اللي مرتبط من ابراج هواقية زيه بالذات لو ميزين. هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية برود في العلاقة شوية. وده بسبب اوضاع فلكية آآ بتمر بيها الابراج الهوائية. بالذات الميزين. يعني اكتر حد متأثر بيها هو برج الميزين. ودي هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله. اللي فيه حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية. بس مش شرط يعني مش شرط لبرج هيكون برج ايه. بس هيكون حبه موفق جدا لان هو كمان بيحبك. بيحبك ونفسه يساعدك. يعني بيفضل يفكر في العلاقة اللي هو مع طرف ناري ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه ويساعدك ازاي. يعني دي طريقة 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 تفكير الطرف التاني في العلاقة. بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة. ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي. في الحالة دي ممكن اقول لك تكمل لقدام يعني. تكمل لقدام. وتفكر تفكر في موضوع الرجوع ده. آآ سواء عايز ترجع او ما ترجعش لان انا شايفة ان الطرف الترابي عايز يرجع. وطبعا ده تفكيرك انت تفكر طبعا انت حر. بس بقول اللي شايفة. كمان في منكم في محكمة. وبرضو مع برج ترابي. عايزين تنفس له وتبدأوا من جديد. في الحالة دي عايز اقول لكم اللي هما في الحالة دي ان كل الحظ في صالحكم منكم. لان انا شايفكم تزلامت وفعلا انجرحته قوي في العلاقة دي. كمان زي ما قلت في الاول في علاقات السحر كان السبب او الحسد. المهم هي طاقة خبيثة يعني كانت السبب آآ كانت السبب في حالات الانفصال دي. الحالات اللي هي كانت سبب فيها دي للأسف يعني حصل فيها طلاق. في منها ما فيش رجوع. سواء منك الرفض او من الطرف التاني. لان حد فيكم بدأ حياة جديدة. آآ بعض المتجاوزين بعض المتزوجين آآ ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم. يعني متحملين ممكن نقول متحملين عشان اطفال. بس انتم نفسيا يعني شايفكم نفسيا بتعينه كتير. يعني لازم تستعينه بالله. آآ والناس اللي منكم بتعيش حياة فيها تعب او نكت كتير. لازم جدا التحسين. يعني الصلاق رأيه القرآن. سماع القرآن مهم جدا. الرؤية الشرعية. آآ مسح البيت بالكامل بالمية والملح. آآ وزي ما قلت محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. لازم محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص. آآ آآ البعد عن الاشخاص السيئة. انت حاسس بيهم. يعني الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم دول. انت حاسس بيهم وعارفهم. يعني تعرف هم مين في حياتك. يبعدهم عن حياتك خالص. عشان تحس بالاستقرار. وتطرد الطاقات السلبية من من حياتك. طاقات سلبية وشيطانية بصراحة يعني. بتحيد بيك يا برج الجوزاء. آآ بيقول النصيحة دي آآ اللي لازم تعمل بيها لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا. يعني انت ممكن تدخل في وجع نفس كبير. مدمر. بعد الشر عليكو طبعا. آآ في منكو في علاقات سواء بجواز او ارتباط. اي ارتباط تاني يعني غير جواز. العلاقات دي لبعدكو سيئة جدا. وطبعا اللي سمعني آآ كل واحد عارف حالته. علاقة سببتلك تعب. سببتلك خسارة من كل النواحي. اتخزلت كتير فيها. آآ وشايفاك ادت فيها كذا فرصة. كل ده خد من صحتك ومن اعصابك. في منكم نها العلاقة. اذا هي السيئة ومنكم لسه. بس انا عايز اقول ان الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء. مش مناسبة آآ اللي اتخاذ اي قرار. يعني اصبر وركز في كل حاجة بتدور حواليك. لحد ما تكون الفرصة مناسبة. ويكون الوضع تغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه. آآ شايفة البعض منكم يا اصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا ولو واحد في المية بس ظهر معي حاجة شفتها يعني آآ اللجأ ممكن يكون لجأ لنوع من انواع السحر بغرض الاصلاح. يعني بنية سليمة. ممكن تكون نقلت حاجة عن حد او استعانت بحد من اللي بيعمل حاجات دي. بس في الغالب انت اللي عملتها الحاجة دي. يعني حاجة نقلتها عن حد. بصوا بقى يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها وعملتها دي كان فيها آآ نوع من انواع التلاصم او الاسماء الغير معروفة. يعني كلمات انت مش عارف مش عارف لها معنى. نفستها بزي ما هي. عايزة اقول لي ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه مش هتحلو. يمكن انت لو عملتها هكون حسيت وخدت بالك ان آآ من اللي انا بقوله ده. يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او مفيش آآ او مفيش ليها آآ علاج يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد يعملها. لان دايما الحاجات دي القرمة بتاعتها وحشة. يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اصلاح. يعني طبعا يا جماعي يعني الله اكبر واعز واقدر. يعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه. اي كلام اشوفه غير مفهوم لان العمل كده هو عمل كده هو مش اصدق. اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج. اشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص نبعد عنه تماما. يعني انا عارفة انك متضرر وبتتعلق ولو بقى الشاية بس لازم يكون فيه يقين في ربنا وان حتى السحر اللي اتعملك هو حصل باذن ربنا. يعني كلنا عارفين واما هم بضرين بيه من احد الا باذن الليه. فحتى السحر اللي اتعمل هو باذن ربنا. وكل امر الله خير. يعني ممكن الحد اللي عمل كده معاكم عمل السحر ده يكون حد سيء جدا جدا. وربنا ازن لسحره انه يكون. عشان الحد ده يبقى شايل زنب كبير قوي. انه ازن ايس. وانت كمان في نفس الوقت تكون اتعرضت القرب والطلاق تؤجر عليه. بصبرك طبعا ان شاء الله. فكل امر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة وحشة هو خير ولازم نبقى متعكزين من كده. زي ما قلت في رجوع لابراج هواقية ومائية بس في ايه ده كنت الاختيار والقرار. لازم تهدى. تزبط كده شوية امور في حياتك معينة لان شايف اغلاقكم كده للكم نهار ونهاركم ليل. ننظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك سليم. وعشان فحيتك برضو يعني. لانك لو فدرت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوق اختيار. زي ما تعرضت له قبل كده. كان عندك قبل كده سوق اختيار. شايفة في عندك يا جوزاء. انتصار على ظلم انت تعرضت له. في الظلم انت تعرضت له. عندك انتصار ان شاء الله بعد ما هتكون في قد الامل خلاص فيه. اه في ان يحصل لك حاجة او يتردلك حقك. يعني بعد ما هتكون في قد الامل عندك انتصار. بالزات ان انا شايفة ان بعضكو عندو اصلا. اه في جواه احساس بظلم. مش حاليا من صغره. لان شايفة في منكو اه ممكن اتعرض ليطن احد الابوين يعني. اه عينة في حياته. يعني شايف حاجات كتير في حياته. بسبب فقدان احد الابوين. ده سبب له مشكلة فيما بعد. وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو. يعني في منكو لان في منكو اختار على مدار حياته بعد كده اشخاص غير مناسبة لي بالمرة. اه تسببولو بقاذا كبير يعني. او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتو تقدروا تبدأوا علاقة. وتلاقوا دايما عندكم الكلام اللي هو طبعا فيه منكو يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام. انه مسلا حد بيقول في بداية اي علاقة من مسلا شكلها مش هتكمل. اه انا حظي وحش وعارف ان مش هيحصل حاجة. برضو دي من الحاجات اللي مش مش طاح ان احنا نقولها. لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لنفسنا حاجات سيئة. عايزين نلغي نظرتنا دي خالص. نظرتنا دي لنفسنا. يعني لانها فعلا ممكن تخلي الحياة ما تمشيش بجد. اه زي ما قلت اه اه نغير الطريقة دي طريقة تفكيرنا شوية ونكون واسكين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة لان انتو فعلا كده يا برج الجوزاء انتو فعلا كويسين وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة. اه اللي منكم عنده علاقة مع برج جينيري اه هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية. يعني ممكن ده بيعمل سوء تفاهم في العلاقة. رغم ان فيه بينكم حب على فكرة. المفروض يعني المفروض انك بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية كمان. بالذات الاسد. انت بتتفق كويس جدا مع الابراج النارية. انا شايفة القراءة بشكل ايجابي. لو بصينا النص الكوبية المليان. المهم يا برج الجوزاء نسبة كبيرة من الامور في ايدك. يعني لما اقول ان فيه رجوع هيكون فيه ان شاء الله لو انت سعيت لي ده. لو انت سعيت لي ده مش مش سعي انك تجري ورا الطرف التاني لأ. انك تغير تفكيرك شوية وكلامي بس عشان محدش يزعل. مش معناه انك وحش بالعكس خالص. بس عايز اقولك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي. مش مش هينفع ايجاد حك عليك وفرحك مسلا بكلمتين من برة. اه فيه رجوع وفي اه وفيه حاجات حلوة وكده وما تدلكش التفاصيل اللي من جوة. يعني اللي انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معيك. ده في الحالات اللي ينفع فيها زي ما قلت يعني. لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا. يعني بخروجك منها انت الكاسبين. اللي منفاصلين ومش مرتبطين خالص اصلا. آآ مطلوب منك التركيز كويس جدا زي ما قلت في الاول. لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين واحد كويس ومناسب واحد لا كويس ولا مناسب. انت اللي لازم تختار. عشان كده قلت تركيزك. لازم يكون موجود. انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس وهيكونوا باينين جدا على فكرة. آآ ربي.